وقبل ساعة من انتهاء المهلة التي قدمتها الدول المقاطعة لقطر للرد على قائمة المطالب أعلنت قطر ضمنيا رفض هذه المطالب حيث قال وزير الخارجية القطري محمد الثاني في مؤتمر صحفي بروما إن مجموعة المطالب العربية وضعت لكي ترفض وأنها ذات صلة بتقويض سيادة قطر قطر ترفض المطالب وتسير بأقدمها نحو مزيد من العزلة فعلى الأقل هي أكدت برفضها إقرارها بمضامين المطالب فهي ترفض مغادرة العناصر التابعة للحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية وترفض قطع علاقاتها بالتنظيمات الإرهابية التي ذكرت في اللائحة بكل وضوح كما أنها ترفض وقف تمويل الكيانات والمنظمات الإرهابية وترفض أيضا إيقاف التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج والدول العربية والقائمة تطول تم تقديم 13 مطلبا من قبل دول الحصار فكل هذه المطالب لا تحترم المواثق الدولية ويبدو أنها سيتم رفضها سيتم رفض المطالب قالها من روما وزير الخارجية القطري وأردف قائلا إن إنذار الدول المقاطعة جاء ليقوض سيادة قطر ناسيا أن بلاده من تقوض الأمن والاستغرار وهذا ما اجتمعت عليه الدول المقاطعة إلى جانب دول عديدة أخرى ساعات على انتهاء المهلة لكن جاء الرد بالرفض وقد كان يلوح بالأفق حتى ما قبل المهلة فلم تظهر الدوحة أي جدية أو مؤشرات للاستجابة والتصحيح بل على العكس فقد روجت أكذوبة الحصار وصعدت سياسيا وعسكريا بشكل مريب ضاربة عرض الحائط الدعوات الدولية كل الأعين تترقب ما هو قادم كيف الحسم سيكون من دول تجتمع على مبدأ الحزم في مكافحة كل ما من شأنه أن يقوض الأمن ويدعم الإرهاب هي نفسها الدول التي نصحت وحثت الدوحة لسنين طويلة سعيا لتصحيح مسارها السياسي لكنها تقول ما لا تفعل فنكثت العهد والشهد الأخير كان قمة الرياض في 2013 فهل يترى يعلمون أي منقلب ينقلبون فلم تجدي الدبلوماسية معهم نفعا